مع تزكية النفوس عارفين سيدنا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه كان واحد من الصحابة الأخيار وهو أول من جهر بالقرآن في مكة تخيلوا في مكة على عهد رسول الله في بدء الدعوة والمسلمين كانوا مستضعفين ولكن حد يقدر يصلي عند الكعبة ولا يقرأ أيتين قرآن فراح عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وهو كان يعني ضعيف البنية يعني كان جسمه نحيل كان نحيف وبعدين راح عند الكعبة وجلس وأخذ يتلو صورة الرحمن بصوت مرتفع بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان هذه أرسولة الرحمن بصوت عالي عندك كعبة وقريش جات قعدت تضرب فيه سبحان الله العظيم فكان هو أول من جهر بالقرآن يعني مع إنه رضي الله عنه يعني مش مفتول العضلات قوي البنية لا خالص سبحان الله وده يبقى هو خد لقب أول من جهر بالقرآن عبد الله بن مسعود ده رقم واحد ده رقم اتنين النبي قال استقرئوا القرآن من أربعة في أربعة من الصحابة أعظم أربعة في قراءة القرآن أبي بن كعب يا سالم مولى أبي حذيفة اللهم صلي على النبي عبد الله بن مسعود معاذ بن جبل الأربعة دول أعلى أربعة في تلاوة القرآن يعرفين يوم القيامة يا حضرات يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأوها يعني يعني قارئ القرآن ده يجي يوم القيامة يتقال له اقرأ اقرأ بقى كده وسماعنا كل ما يقرأ آية يرتفع يرتفع في الجنة كده ما شاء الله والنبي قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة يا ده أعلى درجة الجنة طبعا أهل القرآن طيب فعبد الله بن مسعود هو ماهر بالقرآن يبقى مع السفرة الكرام البررة عبد الله بن مسعود هو أول من جهر بالقرآن اللهم صلي على النبي صحابي جليل من صحابة رسلات ده النبي كان يقعده قدامه ويقول له اقرأ علي سمعني ينهر بيض ينهر بيض عرف أنت لما يتقال الشيخ مصطفى اسماعيل الله يرحمه رحمة واسعة قارئ الملك ده في تسجيلات إذاعية قديمة تلا يقول لك هنا قصر الملك قصر التين شوف ازاي في الأسكندرية وكان الشيخ مصطفى اسماعيل يقرأ يا خبرة بيض ايه ده ما شاء الله لا ده بقى عبد الله بن مسعود القارئ بتاع سيدنا النبي لكان يقرأ قدام سيدنا النبي ينهر بيض النبي يقول له اقرأ يقول له يا رسول الله أقرأ وعليك أنزل فالنبي يقول له إني أحب أن أسمعه من غير اقرأ عليه فيقرأ عبد الله بن مسعود صورة النساء لسيدنا النبي لحد ما وصل قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة وجئنا بك أي أنت يا محمد على هؤلاء الشهيدة فأهم النبي بقى عليه الصلاة والسلام الشاهد في الأمر عظيم شخصية عظيمة بس أنا حي في الجسد رفيع كده بس هو أول من جهر بالقرآن ده هو كان بير قدام سيدنا النبي ده النبي قال المهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة أنا ليه عايز أوصل بحضراتكم لنقطة مهمة خلاص قرارنا نوصل لهم إيه بقى الموضوع النبي قاعد مع الصحابة قاعد مع الصحابة وفيهم عبد الله بن مسعود وبعدين النبي قال للصحابة أنا عايز عود سواك سواك بيجي من شجر اسمه شجر الأراك فعبد الله بن مسعود خفيف قام طالع الشجرة بسرعة عشان يجيب عود سواك للنبي من شجرة الأراك فأول ما طلع يا حضرات رجله بانت فرجله رفيعة ساقه رفيعة أوي رفيعة كده فهم الصحابة ضحكوا فهم النبي قال تضحكون من ساقي ابن مسعود أنت بتضحكوا شان الرجلية رفيعة كده تضحكون من ساقي ابن مسعود خد بالكم يا أمن اللي جايبها نبي قال لي لا هي عند الله أثقل في الميزان من جبل أحد ينهر بياد أنت عايز توصل ليه شيخ أنا عايز أوصل يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته أتطلب الربح فيما فيه خسرانه أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسانه نقولها كمان مرة يا خادم الجسم يا اللي بتخدم الجسم الجسم عايز كريمات وعايز مرطبات وعايز أكل إيه وعايز أشرب إيه وعايز ألبس إيه كل ده خدمات الجسم نفسه صح؟ يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته ده أنت بتتعب كتير أهو عشان تلبي رغبات جسمك يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته أتطلب الربح فيما فيه خسرانه أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسانه الإنسان بنفسه بروحه مش بجسمه لي واحد بيخدم جسمه بس فبنقول له يعني يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته أتطلب الربح فيما فيه خسرانه أصل الجسم ده إلى خسران في النهاية الجسم اللي بيروح فين تقول لي بعد عمر طويل يا سيدي بعد عمرين بعد ثلاث أعمار طويلة مرسوط بيروح فين بقى الجسم بعد كده ها بيتاكل بيتاكل ويبقى ترابيع آه ده ده الجسم هو اللي عملين نسمن فيه ونكبر فيه طيب 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 الروح لا الروح دي بتطلع فوق بقى وتحلق في الجنة بقى طيب يبقى مهمتنا إن إحنا نخلي الروح دي حلوة عشان تنعم أكثر يبقى الاستثمار في الجسد أيوة حلوة كده من الاستثمار دي الاستثمار في الجسد آخر الجسد إلى تراب طيب الاستثمار للروح آخر الروح إيه إلى العلوة تطلع فوق النعيم فبيقولك أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسانه يبقى الإنسان بنفسه عشان كده أيها المستمعون الأكارم كان حبيبكم المصطفى عليه الصلاة والسلام دائما بيقول إيه اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها زكاة النفس يا ناس كله النهاردة بقول لك عايز 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 أجيب عايز أشتري عايز أجيب كله طلبات الجسم فين طلبات النفس فين طلبات الروح فين عايز أرأيتين قرآن فين عايز أعمل عمرة فين عايز أتصدق فين عايز أروح أزور المقابر عشان أتطاعز شوية فين بر الوالدين فين عايز أعد جلسة تسبيح فين عايز أعد جلسة صلاة عن النبي اللهم صلي عليه فين عايز أعد جلسة كده في جوف الليل بكاء من خشية الله فين أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسانه وده اللي كان سيدنا النبي بيعمله وبيدعي ربنا بيقول له اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها تعالوا مستمعين الأكارم نطلع لفاصل ونرجع بعض الفاصل نحيا في حياة النفوس وفي تزكية النفوس وإزاي الإنسان يزكي نفسه إلا ربنا قال قد أفلح من زكاه وقال قد أفلح من تزكي